صباح الخير يا مصر صباح الخير أحضراتكم من جد الترحيب بكم في ساعة صبحية وزي ما تعودنا مع حضراتكم هنبتدي فقرتنا الإخبارية بأول خبر من عندما أول خبر معنا النهاردة بعنوان خريط الطريق للتعاون العربي الإفريقي في اليوم الثاني لمنطقة الشباب العربي والإفريقي بأسوان أمس حدد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة مطالب للنهوض بالقرة الإفريقية والتغلب على التحديات وتغيير وقع شعوبها إلى الأفضل وشدد الرئيس على ضرورة إعداد ورقة بالإحتياجات العجلة لتنمية القرة تمهيدا لترحها أمام القمة العربية الإفريقية المقبلة بالرياض على أن تكون محددة الإجراءات وممكنة التنفيذ واقترح الرئيس السيسي خلال مشاركته في المائدة المستديرة وادي أنيل ممر للتكامل العربي والإفريقي على هامش المنتدى أن تشمل الورقة عدة نقاط منها إنشاء صندوق عربي إفريقي لتمويل مشروعات البنية التحتية بإفريقيا وتتشين سوق عربية إفريقية المشتركة والسعي بقوة لضمان نجاحها أعزائي المشاهدين بيسعدنا يكون معنا على الهواء مباشرة من دكتور أحمد عبد العالر رئيس هيئة الأرصاد الجوية برحب بحديك يا دكتور صباح الخير بحديك بالسادة المشاهدين دكتور أحمد حديك عارف أن التغيرات المناخية دي أكتر حد يتأثر بها هو المزارع فعايزين نعرف لأن إحنا سمعنا أن فيه تغيرات المناخية قطط لدرجة الحرارة في نهاية الأسبوع إلى درجة أربعين هل هذا الكلام صحيح أو لا؟ لأن ده بيهم قطاع الزراع بشكل كبير جدا لا هو فيه صحيح في تفاعة درجات الحرارة لكن إن شاء الله مش توصل لحد أربعين ولا حاجة يعني فيه تفاعة تدريجي في درجات الحرارة يعني لحد يوم الأربع ممكن توصل خمسة وعشرين خمسة وصفة عشرين درجة على القاهرة لكن عموماً إحنا بالنسبة للمزارعين يمكن أكثر حاجة هي موجودة هو وجود الشبورة المائية في الصباح على أغلب التور هل يا دكتور ندر كده نعتبر أن إحنا بدأنا فصل الربيع مع طبعاً ارتفاع درجات الحرارة ولا فيه احتمالية لإنخفاض الدرجات مجدداً؟ عملاً إحنا فعلاً واقعياً وليس مناخياً ولا جغرافياً بدأنا فيه الربيع واقعياً أقعياً التوزعات المغطية على القاهرة كلها توزعات ربيع وإحنا عارفين أن فصل ربيع من الفصول اللي بيقى فيها تقلبات جوية سريعة وحد طيب إذا كلمنا عن السرعة السماكية يعني عايزين نطمن برضو إخواننا الصيادين في البحرين الأبيض والأحمر عن مدى ملأمة البحرين لأعمال الصيد يعني إحنا عندنا الحمد لله الرياح خفيفة على كل من البحرين وده معنى كده أن البحرين الأبيض والأحمر قابلين لأعمال الملاحة البحرين سريعاً كدكتور يعني درجات الحرارة المتوقعة إن شاء الله خلال هذه الأيام التواحد الشمالية تطرح ما بين 21-22 الواجه البحر والقايرة ما بين 24-25 جنوب سناشا ومشغل غداء ما بين 26-27 شمال الصحيد 25-26 أخيراً جنوب الصحيد ما بين 26-30 نشكر حضرتك جزيلاً شكراً لك دكتور أحمد عبد العيل رئيسية الأرصاد الجوي شكراً لك ما زلنا أعزائنا مشاهدي من استكمل محضراتكم أخبارنا أما عن تاني أخبارنا مفاوضات توفير 2 مليون دولار لتطوير قطاع النقل ونشوف تفاصيل هذا الخبر كشفت الدكتورة صحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن الوزارة تتفاوض على نحو 2 مليون دولار جديدة كتمويل مع شركاء التنمية من المؤسسات الدولية لدعم مشروعات تطوير قطاع النقل خلال المرحلة المقبرة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المهندس كامر الوزير وزير النقل مع دكتورة صحر نصر لبحث الخطط التمويلية للمشروعات الجارية تنفيذها في جميع قطاعات النقل خاصة فيما يتعلق بمشروعات السكة الحديد وأيضا المشروعات المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة من هذا الخبر نروح مع حضرتكم لخبر جديد بعنوان وزيرة الهجرة تتواجه غدا لنيوزيلندا لزيارة المصريين المصابين بحدث المسجدين تتواجه السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج مساء غدا الثلاثاء إلى دولة نيوزيلندا لزيارة المصابين المصريين بحدث المسجدين والبالغ عددهم 11 مصابا للإطمئنان عليهم فضلا عن لقاء مع أعضاء الجالية المصرية هناك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعلى صعيد متواصل أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد إطلاقها لمبادرة المحبة الإنسانية والتعاون بين الجاليات خلال زيارتها لإستراليا والمقرر لها الإسبوع المقبل أيضا ضمان فعالية إحياء البذور المخصصة في هذه النسخة للاحتفال بالجالية المصرية واليونانية والقبروسية من أصول مصرية المتواجدة بإستراليا خبر كمان عزائي المشاهدين هيئة الأوقاف تؤكد سيتم أخذ رأي شرعيين قبل تداول في البورصة قال المهندس سيد دمحروس رئيس هيئة الأوقاف المصرية أن الهيئة تدرس قرار تداول في البورصة المصرية عبر تدشين محفظة مالية مؤكدا لن يتم تداول قبل أن يبدي مجلس الإدارة رأيه ويوافق في حالة الرفض سيلغى القرار نروح معكم لخبر جديد بعنوان الغرفة السياحية موسم العمر القادم أونلاين للمرة الأولى وانتهاء دورة القنصلية كشف ناصر تركي عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية ورئيس لجنة الإعلام والعلاقات الحكومية أن موسم العمر القادم لعام 1441 هجريا سيعمل وفق المنظومة الإلكترونية للمملكة العربية السعودية للمرة الأولى حيث سيكون التعامل بين شركات السياحة والمملكة عبر الإنترنت سيتم ذلك إلكترونيا منذ بداية الحجز للفنادق والانتقالات وحتى استخراج الفيزا ولن يكون هناك دور للقنصلية السعودية في ذلك وواضح جدا من الخبر اللي جاي إن يعني الأسر والولاد والأزواج الظهر ما عملوش حسابهم في هداية عيد الأم يا رأيك لا إزاي الناس اللي حريصة على أنها تجيب هداية للمموتة في هداية الأم أكيد جابت حوشه وجابه من الحوارات الجميلة مش كل الناس قبل الهوى كانت يعني بتكلم مع ماها بقول لها أخبار هداية عيد الأم دي لها دي جيب هيجيب فهي كانت بتعلم بنتها من دلوقتي اتلاها فين هداية عيد الأم يا حبيبتي فأتلاها هيجيب منين بابا هو اللي هيجيب اتلاها لات مش عالك محفظة فيها كوينز فده اللي فهمت قبل الهوى طبعا ده هي مكسوفة لا والله بس احنا تربين على كده وتعودنا على كده تربين ان احنا نربي ولاتنا ان احنا نجيب الهداية ماشاء الله عليكم ده فكر استعماري جدا ايه وطبعا دي أبصر حاجة تتقدم للأم اعتقد ان احنا بجد والله مهما عملنا لأمهاتنا مش هنقدر نوفيهم حقهم فدي يمكن أبصر حاجة رمزية ممكن نقدمها لولدتنا ان احنا نجيب لها هداية رمزية فاندرب عيالنا من دلوقتي ان ام يجيبوا هداية ايه مشكلة مش لازم تكون على فكرة حاجة غالية جدا ده ممكن لو حاجة حلوة بسيطة جدا وردة حتى من الطفل مثلا لموته هتبقى جميلة جدا كما بس الرجالة شوية اللي بيبقوا يعني ايه رجالة اللي بيدفعوا حضراتك بيدفعوا هداية الزوجات وبيدفعوا هداية الحموات وبيدفعوا هداية المدرسات ويعني بيهيصوا بس عموما يا محمد هي مناسبات حلوة ويعني نشوف بقى الخبر الخبر بيقول بقى حضراتكم قال حسن مبروك نائب رئيس شعبت الاجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ان عيد الام لم يحرك المياه الركضة بمبيعات شهر مارس الجاري لقطاع الاجهزة الكهربائية أرجع التباطئ في المبيعات لارتفاع الأسعار الناتج عن ارتفاع التكلفة واضح أن عيد الأم السنة دي كله كبات بس لا برضو مش هنتنازل عنها ده عيد الأم يعني عزاني المشاهدين هايكون معنا مجموعة من الفقرات الحوارية إن شاء الله تعجب حضراتكم بعد الفاصل إن شاء الله مشاهدين فقرة تكون مهمة جدا عن مصر في قلب إفريقيا أعتقد أن ده من الموضوعات الهامة جدا خصوصا بعد ترقص مصر الاتحاد الأفريقي لازم نتكلم عن دور مصر الهام في تطوير والمهوض بهذه القرى الغنية بالعديد من الصروات الهامة نضيف هذه الفقرة إن شاء الله دكتور هشام شامس الدين الخبير الإقتصاد وللتأكيد على هذا المفهوم حيكون لنا فقرة خاصة جدا عن ملتقى أسوان ونظرة تحليلية حنتكلم فيها عن دور هذا الملتقى في دعم فكرة ريادة مصر لأفريقيا مرة أخرى فقرة كمان مهمة هنتكلم فيها عن الشخصية الإيجابية بما أننا بندعو أن كل إنسان فينا يكون شخص إيجابي يقدم شيء مفيد لنفسه يفيد كمان المجتمع وده الدور اللي احنا بنحاول بنسعى إليه هنتكلم أكتر عن الشخصية الإيجابية نعرف سمات هذه الشخصية وإزاي كل واحد مننا يكون إنسان إيجابي في حياته وفي مجتمع طبعا نضيف هذه الفقرة إن شاء الله دكتور عيد سيد استشاري الصحة النفسية فاصل أعزائنا مشاهدين ونرجع مع زملتي الجميلة كما سميح بعد الفاصل فؤولة فقرات الحورية انتظرونه